محلك سرك يا ابو الشيف تعالوا نعمل ازاي شوية فراخ صدور مشويين بالعشاب مع زيت زيتون كتير بنعملهم ولكن بالتأكيد الشيف المغازل وتركيا حلوة بتخلي الفراخ ما فيها الزفارة متشميش ريحة الزفارة فيها الفراخ مستوية تقطم معاك فوزدق حالبي معانا صدور فراخ معانا رزماري وزعتر وحبق ومردوش وبعدونس وتوم وزيت زيتون وملح وفلفل وبابريكا بس خلاص حلوة الكلام تعال نعملها مع بعض ازاي عنية اه زي الفل الماديرة على الشاشة ومعانا جريلة شديدة الحرارة على النار وانا بدايما بيقدموا مع الفراخ المشوية والمشويات ياما بطاطس بوري ياما ممكن نقدم خضار سوتين ولكن النهاردة عايز اقدم شوية فلفلة كده مشويين بزيت الزيتون صلطة كده جاية من المطبخ المغربي المغربي التونسي الجزائري ازاي نشو الفلفلة ونقدمها مع المشويات تبقى لطيفة وجميلة تعالوا نتبيلها مع بعض سريعة حلوة اوه اه دي صدور الفراخ متقطع وجهزة الراجل بيحبنا بنجيب منه كل يوم فهي ور نهاردة قال لها كانت شوية مغازة اوه اقطعها شرايح كده اه زي الفل انت ممكن تقطعها بنفس التقطيع ده بتجيب السدر وتحطيه تحت ايدك كده وتقطعيه شرايح كده ده وارد نعم ممكن بيقول لي ممكن نعمل فراخ سليمة يعني نجيب الفرخة انا قطعها مثلا اربعة عادي ما فيش اي مشكلة بس نشيل الجلدة اللي موجودة على الفراخ على الشل الدون اللي موجودة في الجلد ده احنا مش عايزينه كلي بالك اه اه دي الصدور معايا عود روزماري اه ريحان وزعتر وروزماري ومدلعها اخر دلع اه هشيل دي من هنا واخد الرزماري ده كده الجريلة هنا بتسخي نصيحة مني بتشوي برجر تشوي فراخ مشوية تشوي سمك بتشوي جنباري اي مشويات على النار لازم تكون الجريلة سخنة او الطاصة شديدة الحرارة ده روزماري ناخده كده شوف تخدت روزماري ازاي ده لو نشف شوية بقى يتفرج بيدك كده عامل زن يعناع لطيف جدا كل ما شم ريحة ايدي لها ريحة ليه زعتر بقى اسمه زعتر بري عد الفكهان والله عد تاخدوه مش لها حد بينشف عنده بيقول يا شوف مغاز انت الوحيد اللي على طولة اول ما تجي تسألنا عنه ده استسأل على مانجة فاص تسأل على رمان على توت على بتاع ده اسمه برقوق انما اسأل على روزماري زعتر حاجات دي في المطبخ بتخليني ايه ابدع شلت العروق دي كده مش عايزة اشير متجيش تحت سنانة تبوزلونا الدنيا حالو الكلام احطي عم الشي في التوم اهم حاجة الطاصة بتسخن اه طازة بلاش التوم البودر الله يرد عليكي انا مش بحبه في المشويات ممكن في الفرايد يعني التوم البودر بينزع الطعم لا بينزع يعني بطعمه بيبقى جدا بعد انه في اضافات يعني ده كوركم اه بيسألني المخرج ليه ما بتحبش التوم البودر انا ما قلت مش بحبه مش بحبه في المشويات اما في الفرايد في التوبنج بتاع الفرايد يبقى لطيف وجميل اه تعملي فراغ كريزبي مثلا جنباري وهكذا التوابل دي الفراغ خدت شكل ازاي او زي الفل حال زيت الزيتون بقى زي الفل اللي عم الشيف نكسر من زيت الزيتون ما فيش اي مشكلة منه اه احنا كده كده هنحتاجه نشرب بيه الفراغ اه خلص الكلام ونقلبها لازم بقى هنا في الحالة دي الفراغ دي تقعد في التلاجة مثلا ايه ساعة زمن خلي بالك ولكن في حاجة تانية انت شويها وبعد ما تشويها سيبها في الطاصة كده حال توم تشرب من الصالصة دي اه وانا شرب تقبلتها قبل ما تروح الشغل الصبح ما فيش مشكلة انت احسن منك كده تقبلتها من بالليل وحططها في التلاجة والنية نية خير انك تعملي فراغ ما شوية الصبح مع شوية مكرونة كده ازبكيت حلوين مع سوز بولونيز اتعشت وزايا الفل ده عايد الخمس عصرة ليمون ومعليها تخل صغيرة هنا لا مكان للزفارة بيننا ها ها تمام وصنة خل اصبحت الفراغ دي تكل صوابعك ورا يلا بس الستوديو بقى دلوقتي الله يكون فعون الأساز المصورين بصراحة حبيبي بيتحملوني اه انت شيف وانت حرف في الرئة بتاعتك والجهاز التنفس احنا زنبين ايه اه اه شايفين الجو ده كده هو ده هو ده اه هو ده الله الله مصلى عننا بقى هيا دي لازم عشان تطلع بشكل حلو اه في ريخ مشوية بالعشاب وزيت الزيتون اه الله مصلى عننا بقى اه الله الله الرحة الحلوة الله الرحة الجميلة اه اللي انا عايزها دي خلي بالك اه استخداش عنها حطش فيها شوية سوس كده حالو دول مهمين جدا على فكرة دول هينزلوا دولوقتي عالطاص حالو ناخد الخلط دي كده ايه الحلوة دي ايه الجمال ده ايه الجمال ده اه الله على الريحة الحلوة عايز تشوف الحاجات الحلوة دي انت انا عارف اه دلعك انا شوفت اه فاست فوت والجاو اللي احنا عارفينه ده مخرجنا ليه واه صدر فرخة عملنا عشرين ساعة ده اه 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 تمام فراغ جاهزة اعمل تركيه كده معانا وقت يا شباب معانا وقت زيت زيتون الله مصلى عندي زيت زيتون بلانشة ريقة زي دي كده شوية خضرة حلوية منهم البصل عايز اعمل شكل حل منواقف فاضي مورايش حاجة طالما معايا وقت بصل ده كده مشوي قادل فلفل لو تعدي مهم هو اتعوار يدك اما حاجة اه بتفرح انك بتطبخي حلو وبتاع وتعلمتي بشيف المغازة حاجة والسكينة صباحك يجي تحت منها اه السكينة ملاش امان اه 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 حلو قوي معايا بصل اخدر ياه ويلي يعاشق للبصل اخدر شيف المغازي مع طبق الفون اه اصبر على رزقك تاكل حلاوة اه ده الروزماري اه ده الزعتر بس خلاص زي ما هم كده عم يشيف الله اما صلى عن نبت الله اما صلى عن نبت تعمل اه اشيف تركاية كده حاجة صغيرة كده اه 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 اغطي الحلا دي عم نشيف شوية الخدر معايا جاهز شوية الملح التمام الصغيرين ده يتقدم مع الفراخ الملح شوية زي الفل شوية زعتر شوية ملح شوية فلفل مش ليازم خدر سوتين مش كل يوم خدر سوتين نغرف مع بعض الكوكيغز بتاعنا عشان اطفالي حلوين اللي بيتابعونا دلوقت شوية حلو مما تعمل لهم الحلو ده اه الطبيعي بنغير كده بسم الله الرحمن الرحيم ونجيب طبقة حلو زي ده كده الله ومصلع النبي حلو قوي لا الفراخ مفيش مشكلة منها خالص لا تقلق عايز تشوف انت اللي افتح لك واحدة من جوة عينية حاضر خبر الخدر ايه يلا يلا هو ده هو ده هو ده هو ده يلا كده استوى الخدر بتاعنا برضو ما تعمليش الشغل ده عالبتجازي اه خبرة السنين خلاص خدر كده استوى زي الفل خدر بتاعنا الله خدر اه شايفين الشاوة شايفين شاوة المطبخ شايفين شاوة المطبخ بتعمل ايه؟ شايفين واسق الخطوات يمشي مالكا بيعمل ايه؟ ده شغل جامل ده ده مش في المكرر مش في المكرر خالص يا شافيه اه 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 شوية البهريز اللي نزلوا من الخضار اه اه عالو الفراخ المشوية ده خدر شويتو اه نواف دلوقت مع حضراتنا اخلل الطبق ده كده وناخد الفراخ المشوية بتاعتنا دي كده اه ايه الحلوة ده يعمش ايه الصورة حلوة ايه الصورة الحلوة اتدور ليه تجيب من برا اه 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 فراخ اراهنك الله يا العظيم مالبان تحت سنانك يا بشر في اصدق حلبية تحت اسنانك يا باشا. اطالك واحدة برضو? اه. حاضر. عايب وخرج بيحبوك اهو. عايز يوري فراسة المطبخ لسيدة المشاهدين اهو. اهو. برضو لما تكوني وقفة في المطبخ مش كل حاجة اشي في المغازل مسلا بيعملها يعني بيبقى بقى خبرة مسلا نقول شطارة مطبخ. نقول زي ما نقول ولكن كوني حريصة من النار. خلي بقى. ناخد الطبع الحلو ده كده. الله ما ما صلى على النبي. اهو. ودايما لما بنقول الصورة الحلوة. تتحدس عن نفسها مش من فراغ. بالبساطة والسهولة والمرونة نقدر نخش المطبخ نعمل نفسنا فيه. الكلام ده بيرجع ان حبك للمطبخ بيخليك مبدعة. اه. توصل لمرحلة الابداع. عايز كمان? مطبخنا على شاشة القناة الاولى النهاردة مطبخ صحي. والوقاية خير من علاج.